بسم الله الرحمن الرحيم علشان نعمل الباتش رندر افضل ان كل بروجكت نسوي له فولدر خاص به والماية ممكن يسوي الخاصية هذي ممكن التنقل بين بروجكت الى بروجكت بكل سهولة خلينا نسوي بروجكت حق هذا المشهد نروح على file project new ادخذنا الnew هنى نحط مثلا نكتب اسم البروجكت ونشوف وين بنحطه هنى هنى نحطه على الديسكتوب هنى الفولدرات هذي الحين اهو رح يكونها اذا ضغطنا على use default رح يسويها اهو لنا من ضمنها source image اذا بنحط في عندنا maps او صور texture رح يحطها هنى بصور image و الامجز هذي هنى رح يصير سيكونس مع الصور الباتش رندر هنى الفاجي كله اوكي نقول له هنى accept خلاص صور لنا اياه حين اذا قلنا على file save save نقول له save as رح يودينا على نفس البروجكت اللي احنا تونا كوناه اللي هو fish see على scene نفسه فنكتب هنى اوكي حين سيف لنا يا اهو وسوال لنا البروجكت سوف نلاحظ انه هنا في عندنا الفولدر و داخله جميع الفولدرات اللي يحتاجها الماية هنا مثلا السينز هذا الملف اللي يتونه حفظناه حين اذا رجعنا على الماية عندنا عندنا نضبط الباتش رندر نروح على global هنا عندنا الـ global render setting بالـ render setting هنى اول شي رح يعطينا الكاميرا اللي رح نستعملها ايهي احنا عندنا نحين الـ perspective اذا اخترنا camera1 رح نختار هنى camera1 رح طلع عندنا هنى camera هنى قياس الـ الفيديو اللي نبي انا مسوي صغير شوية بس عادة الدول العربية عندنا هنى بال مثلا او دول الخليج عندنا هنى بال نقدر نغيره نقدر نغيره نغيره مثلا عندنا هنى الـ default light عندنا هنى الـ default light لنريدر منتر ري يفضل ان نشيله هنى عندنا نوع الملف الكثير من الناس يستعملون TGA ممتاز TGA لكن انا لا استعملها نهائيا اشوفها تقيل و ما منها يعني ما في فرق كبير دائما استعمل ما هي IFF هني نحط الانيميشن نوع الملف شن راح يطلع هني محطوط سنجل فريم نحاول نحط هني name-h-extension هني الفريم بادنغ اللي هو مثلا خاصة حق ما يقدر ياخذ ديجت واحد بعدين ديجتين لازم نعطي كل ديجت نفس الشي يعني الان اذا عطينا هني اربعة اربعة ديجت راح يصير 00001 بعدين 0010 ويكمل لانا به للامية هني نحط هني من واحد start frame 1 end frame امية هنذا راح نفوق راح نشوف او هني موجود راح نشوف امية صفر امية و راح يحطه وين راح يبين لنا وين حطه امية desktop fish c داخل الاميجز الملفات من from file name 001 0 0 امية هذي تغريبا تجهزات الباتش رندر الحين اذا عملنا رندر باتش رندر نروح على rendering render باتش رندر باتش رندر باتش رندر باتش رندر هني فيه وائد شغلات خليها بدفولت باتش رندر اذا عندك نتورف راح يصير اسرع شوية بس هني سعطي الآن باتش رندر هني نلاحظ انه افتده موبين معانه هننزل فيديو شوية هني عندنا هذا ردرينج ود منتر ري حين درحنا على نفس المكان راح نشوفه يبتدي يرندر قيلنا بالامجز في اثنين امج وامجز بالامجز تلقاهم حين رندر فريم واحد هان حاطة هني بريفيو الرندر سيتنج حاطة هني الكواليتي شوي بطيء لان التسجيل قاعد يشتغل حاطة بريفيو الكواليتي بريسيت حاطة بريفيو بس يفضل بالرندر النهائي ينحط بروديكشن بروديكشن طبعا ونزيد الماكس سامبل ونحط اذا عندنا تيكسشر يفضل انه نحط هذا ميتشل هني راح يصير اربعة عندنا حين نلاحظ انه قاعد يرندر وصل الى فريم 11 راح اوقف الفيديو على ما يخلص الرندر اخلص الرندر اخلص الرندر فاذا راحنا على الـ البروجيكت نفسه Images رحنا نلقى جميع الواحد الى امية Frame Art الآن نبدأ نشطل فهذه هي الفكرة إنما إذا بالدفولت عادة تاني بالماية إذا ما سويت البروجيكت ديد ممكن تلقى بـ MyDocument Maya Project Default نفس الطريقة بالإميجز تحصل الملفات للدفولت مالماية جزيلا فهو جزيلا تحويم